ودلوقتي تعالوا نحل شوية التدريبات مع بعض في التدريب الأول هكتب السؤال وهديك خمس سواني تفكر بعد كده هقولك على الإجابة الصحيحة ومطلوب منك في التدريب الأول أنك تكتب الجمل التالية في زمن ال Past Simple I ate a cake التصريف الثاني بتاع eat هو ate I ate a cake I went to school التصريف الثاني بتاع go هو went I went to school I met him التصريف الثاني بتاع meet هو met I met him I cut an apple إيه ده يا مهند هو أنت كده حولتها الماضي؟ آه أنا كده حولتها الماضي إزاي؟ عشان الفعل cut التصريف الثاني بتاعه cut بيتكتب ويتنطق بنفس الطريقة يبقى التصريف الأول cut والتصريف الثاني cut I cut an apple I read a book إيه ده؟ هو أنت كده حولتها الماضي؟ أيوة أنا كده حولتها الماضي ليه بقى؟ لأن الفعل read التصريف الثاني بتاعه هو read read بيتكتب بنفس الطريقة ولكن بيتنطق بطريقة مختلفة ادخل على القموس وراجع ورايا وهتشوف بنفسك يبقى الإجابة I read a book I read a book I read a book وده التدريب الثاني ومطلوب منك هنا اختيار الإجابة الصحيحة وقف الفيديو وحل الأسئلة وبعد خمس ثواني كل الإجابات هتظهر قدامك ترجمة نانسي قنقر